فيه معتقدات هتفضل راسخة في دماغ الناس وهتفضل الناس عايشة بيها طول ما فيه دنيا وطول ما فيه مشاكل في الدنيا دي انه حد يسحر لحد او يعمله عمل او حجاب او يرش مياه قدام بيته دي من المعتقدات الراسخة واللي مش هينفع نلغيها تماما من حياتنا ونقول لا ده كلام فارغ ولا برضو يعني هنعلق علي كل حياتنا ونحطها سبب رئيسي لإخفاقاتنا ومشاكلنا طول الوقت بس مين فينا في اي بيت في مصر او في العالم العربي حتى ما قابلش مشكلة عويصة في حياته ومعرفش يحلها غير وتقلق اصل انت معمول لك عمل مين ما سمعش قصص غريبة عن حجبة واعمال مدفونة في القبور ومين ما شافش عمل او حجاب قدام عينه وفكه انا مثلا عن نفسي يعني شفت بعيني عمل معمول ليا قبل كده حكيت القصة دي قبل كده بس احكيها هحكيها لكو تاني العمل ملفوف بدبارة كده تخينا واول ما جينا نفكها الدبارة ده بتفقدينا زي التراب كده والراجل يعني اللي بيفك العمل قال ايه اه ده بقاله 3 سنين مدفون في تربة وكما قال الخبير برضو الفني هو اللي طلع لامي وابوي العمل انه ده مكتوب يعني مكتوب كده كلام زي نكش الفرح كده مكتوب بدم الحيط هما طبعا جابوا لي العمل البيت انا كنت رفضة تماما اروح معاهم وكنت رفضة الموضوع ده من بابه وامي يعني هما راحوا كده وعملوا عمل بتاعه وطلعوا لي يعني فتحوا العمل ولا قاعدوا مع الراجل وجابوا لي العمل البيت ولما فتحناه كان مكتوب كده على ورقة بني زي ورقة اللحمة التخينة دي الكارتون مكتوب عليها اسمي وان انا بنت فلانة اكتر من عشر مرات كده في الورقة وجنب كل اسم لي يعني واسم مامتي جنبها الفشل المطلق في كل شي وجوه الورقة دي ملفوفة بقى وجوها سنان حتى تقف والراجل الخبير قال ان هي سنان كلب وبغض النظر يعني انه ده صح ولا هلط حد عامله فعلا والذين صبايا الله اعلم بس دي حاجة انا شفتها بعيني وعدت فترة مش فهمة يعني اهو انا ازيت نين في ايه وبالذات ان انا كنت لسه في العشرينات عشان السواد ده كله يترجم للكلام المكتوب ده الفشل المطلق اهو ده شكل من اشكال فكش السحر اللي انا مثلا شفته او الاعمال شفته بعيني مرة تانية كنت حضرة يعني حضرت مع ناس صحابنا كده ناس جراننا حبيبنا يعني اه قاعدة كده مع الشيخ قالوا انه الراجل ده راجل طيب وبيقرأ قرآن على الشخص ولو الشخص ده في حاجة وحشة هو بقى هيفكها وكده انا طبعا ما عملتش حاجة بس شفت بعيني صحابتي وهو يعني بيقرأ قرآن عليها وماسك دماغها ماسك دماغها كده ودموعها بدأت يعني تنزل وصوتها بدأ يتخنق وبقت تقول كلام كتير ملخبط مش مفهوم يعني تحاول تفهم منه كده انه في حد عايز يأذيها ومعرفش ايه وبعد كده هيتزيت وانا برضو ما بقيتش فهمها يعني هي بتقول الكلام ده بمزاجها ولا هو نيمها وخليها تقول كده وهي مش حاسة ولا ايه اللي حصل على العموم سواء انا وصحبتي احنا لكن عندنا مصيبة قبل ما نفك العمل ولا حصل اي حاجة بعد ما فكناه يعني الدنيا كانت ماشية طبيعي بحلوها ومرها قبل فك العمل وفضلت برضو ماشية بحلوها ومرها برضو بعد فك العمل يعني واهلنا عمله كده من باب طب يعني ما نشوف الشيخ الفلاني او الشيخ العلاني ده طالما راجل طيب ومشهود له بحسن الدين والاخلاق مش هنخسر حيك وطالما راجل مؤمن وبيقرأ قرآن يبقى ما فيش حرمانية ده الفكر اللي الناس الطيبين ماشيين بيه وفيه ناس كتير قوي يعني بيأكلوا عيشوا بيتكسبوا من وراء الموضوع فك الأعمال ده عالم كبير وغريب وسكة وعرة وعرة يا بوي وملهاش آخر بتشد الناس عشان تمشي فيه وفيه فضول بيسيطر على الناس عشان يشوفوا يا ترى حتى عمل لهم عمل ولا لأ يا المشكلة دي معصل جلي طب ما نشوف كده ممكن حد عمل لنا حاجة ده فضول فضيع وتلاقيهم كل شوية كده يكشفوا فترة كل ما يلاقوا حد نروح نكشف عنده السؤال بقى هنا لو الناس اللي حواليك أصروا من معمولك عمل وفيه الشيخ الفلاني هيفكهولك يا ترى هتجري وهتفكه ولا هتعمل ايه ويا ترى مين فيكم كان له تجربة مع الأعمال وفك الأعمال والحجبة والكلام ده كله وبرضو سؤال مهم هل لقى نتيجة يعني هل لقى النتيجة اللي كان بيتمنها او كان نفسه فيها انا اتمنى ان انا اسمع منكم تجربكم في الموضوع ده النهاردة ترجمة نانسي قنقر